السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بدرس الضوء الحصة الثالثة من الوحدة الرابعة وحدة العلوم الفيزيائية تحت عنوان لماذا لا يصل الضوء إلى جميع الأماكن من مرجع الواضح في النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الإبتدائي إذن سنتعرف بعض منابع الضوء والأوساط التي يخترقها أنطلقوا من ألاحظ الرسم وأعبر لاحظوا مع الرسم لنافذة تسمح النافذة بمرور الضوء إذن زجاج نافذة يسمح بمرور الضوء بينما الحائط لا يسمح بمرور الضوء إذن لاحظوا معي المكان المضيء من هذه الغرفة هو المكان الذي يصله ضوء النافذة غير أن الحائط لا يسمح بمرور الضوء لاحظوا معي إذن فالضوء على مستوى الحائط إذن لا ينفذ الضوء إذن التساؤل الذي سنترحه خلال هذه الحصة لماذا لا يصل الضوء إلى جميع الأماكن إذن علاش الضوء ما كيوصلش لجميع الأماكن بالنسبة للإفتراض إذن كجواب أو كفردية لأن بعض الأجسام تسمح بمرور الضوء والبعض الآخر لا يسمح بمرور الضوء مثلا هنا كمثال زجاج نافذة فهو تسمح بمرور الضوء ولكن الحائط فهو ما كيسمحش بمرور الضوء إذن لأن الأجسام أو لأن بعض الأجسام هنا غدينزدوا لأن بعض الأجسام تسمح بمرور الضوء والبعض الآخر معتم كيفاش معتم؟ معتم يعني ما كيخليش الضوء يدوز إذن نمر الآن إلى أختبر أنشطة الدرس ولاحظوا مجموعة المصادر الضوئية الواردة في الجدول وأكتبوا تحت كل مصدر ضوئي واش طبيعي أو ليس طيناعي إذن بالنسبة للشمس فهي طبيعية إذن هنكتبوا مصدر ضوئي طبيعي إذن هنا هنكتبوا طبيعي الشمعة إذن فهي من صنع الإنسان إذن مصدر إصطيناعي إصطيناعي القامر حتى هو مصدر ضوئي طبيعي إلا واحد الحاجة أراها القامر ماشي مضي القامر هو كوكب مظلم غير الإنعكاس ديال ضوء ديال ضوء ديال الشمس كي نعاكس عليه وكي بللنا إحنا بأنه مضي أما هو كوكب فهو كوكب مظلم لم يصبح الكهربائي إذن من اختراع الإنسان إذن هنا هنكتبوا إصطيناعي إلا أن النجوم إذن فالنجوم هي إذن مضيئة بشكل طبيعي إذن طبيعي سؤال ثاني أنجز المناولات أو المناولة التالية في مكان مظلم أضع بتتابع بين شاشتي ومصباح كهربائي أولا قطعة من الورق المقوى ثم ثانيا في التجربة الثانية قطعة من الزجاج إذن في التجربة الأولى أخذينا مصدر ضوئي منبع ضوئي اللي هو مصباح الجيب وقدرنا قدامه واحد الورق المقوى لاحظوا بالنسبة للورق المقوى فما خلاش الضوء يدوز على هذ المساحة وعلى هذن يعني الإنعكاس دياله كان مظلم بالنسبة للشاشة هنا بالنسبة للزجاج في العكس الزجاج يسمح بمرور الضوء لأن الشاشة عنا مضيئة بشكل تام بينما الشاشة هنا ماشي مضيئة إذن مظلمة وتكون عنا ظل ظل الورق المقوى ظل إذن أقارن وأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة إضاءة الشاشة عبر الورق المقوى إذن غير ممكنة إذن هنا غنكتبه غير ممكنة لأن الورق المقوى ما كيسمح بمرور الضوء إضاءة الشاشة عبر قطعة الزجاج ممكنة إذن هنا غنكتبه ممكنة ممكنة أستنتج قطعة الزجاج جسم شفاف الزجاج من الجسم شافة لا ظل لها ما عندهش الظل لا ظل لها لأن الضوء إذن ماذا ينفذ عبرها إذن كتخلي الضوء يدوز ينفذ عبرها بينما الورق المقوى جسم إذن جسم ماذا؟ معتم جسم معتم له ظل عنده واحد الظل ديالو كيتكون واحد الظل على مستوى الشاشة له ظل لأن الضوء ماذا؟ لا ينفذ عبره لا ينفذ عبره إذن ندوزو الأستخلص أملأ الفراغات بما يناسب تسمى الشمس والمصابيح الكهربائية مصادر ضوئية مصادر ضوئية قدروا نصنفهم المصادر الطبيعية ومصادر إصطناعية إذن الأجسام الشفافة الأجسام الشفافة ماذا؟ لا ظل لها ما عندهش الظل لا ظل لها لأنها تسمح بمرور الضوء الأجسام المعتمة أوباك المعتمة إذن عندها ظل إذن لها ظل علاش؟ إذن لها ظل لأنها لا تسمح بمرور الضوء الظل هو مكان لا يصله الضوء لا يصله الضوء إذن مكان لا يصله الضوء الضوء إذن بالنسبة للأغني معجامي عندنا مصدر الضوء سورس دلوميار معتمون أوباك شفافون ترانسبارون ظلون أمبر إذن دعون نشاط أستثمر جميعين نكروة دان لابون كازة إذن عندنا مجموعة من الأجسام نشوفه أباك والأغني معجام إذن لا بالنسبة للماء إذن بغيت نشوف الماء إذن الماء هو تخانسبارون كي يسمح بمرور الضوء إذن تخانسبارون بوع الخشب الخشب أباك لا يسمح بمرور الضوء لكن فيناد غره انكولر الفناد غير ملون خل غير ملون فهو ترانسبران إذا كان كولوري هنه غيكون اوباك هنه غير مالوان الاليمنيوم فهو اوباك لأنه لا يسمح بمرور الضو بالنسبة لفع الزجاج زجاج ترانسبران يسمح بمرور الضو سغير مالوان لأنه غير مالوان نصف شفاف ولا معتم إلا كانش لون إذن صنبا إذن أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو موعدنا يتجدد إن شاء الله تعالى في الحصة الرابعة من نفس الوحدة دائما على نفس القناة كونوا في الموعد إلى اللقاء